بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد أعزائنا المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا أمة وسطا فاللهم اجعلنا من الأمة الوسط أي العدل والخيار وأهل الإنصاف وأهل التوسط في الأمور إنك على كل شيء قدير ونحن على مشارف منتصف رمضان والانتقال إلى النصف الآخر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا الشهر بعطق من النيران وأن يتقبل منا فيه الأعمال وأن يصلح نياتنا ويصلح سرائرنا ولذلك جعلت هذه الحلقة الوسطية ونية الإنسان الوسطية ونية الإنسان ما الذي جاء في النية النية معروف أنها هي كل شيء هي التي ينبني عليها صحة الأعمال وقبول الأعمال والرحمة أو العذاب النية هي كل شيء وقد لخصها رسولنا صلى الله عليه وسلم في قوله إنما الأعمال بالنيات يعني إنما الأعمال بالنيات يعني في عمل واحد ممكن رجل أو إنسان يدخل الجنة فيه وغيره يدخل في نفس العمل النار بمعنى الصدقة لو قلنا يا ناس نريد صدقة للمسجد أو لأي شيء أو لفقير فقام رجل وقال هذه صدقة أخرجتها لهذا الفقير يريد بهذه الصدقة وجه الله ومساعدة هذا الفقير فإن الله سبحانه وتعالى ينميها له ويربيها له وتكبر ويضاعفها إلى أن تصل إلى سبعمائة ضاعف وقام رجل آخر وأتى بمبلغ أكبر منه لكنه أتى بمبلغ أكبر ليقول الناس فلان هذا تصدق اليوم بألف جنيه أو ألف دينار أو ألف درهم وكانت هذه نيته فهو بهذا المال لا يؤجر بل يؤذر ويأثم ويدخل النار بهذا الإث ولا يغيب عنا أن أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة أول ثلاثة كده يفرّج عليهم أهل الموقف اللي بيتصدق عشان يقال متصدق واللي بيقرأ القرآن ليقال قارئ واللي بيجهد ليقال فتوة كل دول لو دخلت النية بهذا الشكل لا يريدون الله بهذه النواية أو بهذه النيات فإن هذه النيات تدخلهم النار والعاذ بالله إلا من تاب وأصلح فإن الله يتوب على من تاب وباختلاف هذه النية يكون العمل النية قد تكون كفرا فيكون كل الأعمال كفر مهما كانت الأعمال صالحة زي مين زي مين زي المنافقين المنافقون يبدون يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يخفون الكفر ويظهرون الإسلام يصلون مع المسلمين يحجون معهم بل وأحيانا يخرجون للجهاد معهم ومع ذلك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار الدرك الأسفل في الطبقة السفلة مع الكفار إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا لأن النية كفر والعمل الظاهر كان ظاهره أنه إسلام لكن هم في الباطن لا يحبون الإسلام إنما أظهروه اضطرارا ليأخذوا المغنم والمكاسب وأحيانا تكون النية صالحة والعمل كفرا ولا يؤاخذ الله صاحبه إزاي حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح مسلم الرجل لو حديث لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل كان بفلات بأرض صحراء ومعه دابته عليها طعامه وشرابه ونزل ليستريح فضلت منه ناقته أو ضلت منه دابته مشت وعليها طعامه وشرابه ويأس إنه ويوصل لها فقال أنام حتى يأتيني الموت خلاص هو في صحراء لا يعرف أين يذهب لا يرى له للبلاد أول ولا آخر ولا طعام له ولا شراب لابد أن سيهلك في أهلك مكانه فنام قليلا وأغمض عينيه فلما استيقظ وإذا بدابته واقفة عند رأسه عليها طعامه وشرابه انظر كيف تكون فرحة هذا الرجل حينما تعود له الحياة فيأكل ويشرب ويركب ويعود الوطن في الحديث من فرحة هذا الرجل هو استبي فتح عينه وجد الداب قدامه فمن فرحته قال الله أكبر اللهم أنت عبدي وأنا ربك اللهم أنت عبدي لو قال إنسان لربه أنت عبدي وأنا الرب أين يذهب قالها فرعون فأخذه الله نكال الآخرة والأولى قال أنا ربكم الأعلى هذا الرجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح أخطأ من شدة الفرح هذا الخطأ الذي هو في ظاهره الكفر لكنه كان خطأا غير متعمد فلذلك لم يعلق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بل قال ربنا جل وعلا ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به لا حرج عليكم في الحاجة جت منك خطأ ولكن ما تعمدت قلوبكم هو قلب مش متعمد ومثلها قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى قال إلا من أكره وقلب من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان من كفر بالله من بعد إيمانه ده في مصيبة إلا من أكره أكره على كلمة الكفر فقالها مكرها تحت التعذيب قالها وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا حرج عليه ولكن من شرح بالكفر صدرا صدر مليان كفر والعياذ بالله النية فلذلك يجب إصلاح النية بعض الناس يستخدم النية استخداما سيئا والله سيحاسب عليها لما بني نصلح بين اتنين زوجين قال الله عز وجل في تحكيم الحكمين والزوجين موجودين وإن خفتم شقاق بينهما صورة النساء فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن يريد الإرادة دي فين في القلب إذا توفرت النية في الإصلاح فالله سيوفق مع وجود الحكام سواء كت النية عند الحكام أو النية عند الزوجين نفسهم فأما إذا الحكام كانوا فاسدين مش هيعرفوا يلموا الطرفين على بقى وإذا كان الزوجين فاسدين الحكام مش هيس لكم معه فلذلك النية عليها مدار توفيق الله سبحانه توفيق الله سبحانه وتعالى أيضا عند الطلاق زعات يجي الزوج والزوجة هيطلقوا فقالوا رفقاء السوق قالوا للزوجة لو قلت أنا هتطلق هتخسري كل حاجة هيقول لك أنت مختلعة وهو يقول له خليك واعي تعالى قدام المجلس وقول أنا عايز زوجتي أحسن لو طلقت هتخسر كل حاجة الشيطان شيطين الإنس فيسمعوا كلامهم هنا ربنا سبحانه وتعالى قال وَاعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ النية النية هتكذب وهتاخذ العزال بس يوم يوم الله عز وجل هتدفعه دم على رؤوس الناس ويشهر كذبك ويشهر افتراءك وظلمك أمام الناس بعض بعض الناس بقى يستخدم النية في المروغة أنت عملت الشيء الفلان يقول لك ساعتها بحلف هيحلفوك حرام عليك لو حلفت كده يقول لك ما أنا هحلف على حاجة تانية يقوم النبي عليه الصلاة يقول لنا لا الحالف على نية المستحلف الحالف على نية المستحلف مثلا حد بيخبط عليك الباب قلت له أبويا مش هنا قال لك تحلف النبوك مش هنا فروحت انت حاطت ايدك على الباب قلت ايه والله أبويا ما هو هنا والله أبويا ما هو هنا أو رحت حط ايدك في جيبك قلت والله يا أبويا ما هو هنا الحالف ده كده هو صحيح في الظاهر كده أبوك مش في جيبك ولا أبوك جنب الباب هنا إنما مدام حلفت انت بتحلف على نية اللي كان بيخبط على الباب الحالف على نية المستحلف وقال صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك صحبك هيقول ده حلف يبابو فعلا مش هنا صحبك صدكك على إن بوك مش في البيت فلذلك يمينك مش هتقع إلا على إن بوك مش في البيت وبوك في البيت يبنتك الداب وهذا اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في الذنب ونسأل الله السلامة والعافية وإلى أن نلتقي في لقاء آخر استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة